السلام عليكم ازايكم عاملين ايه وحشتوني جدا بقالي من زمان خالص ما نزلتش اي فيديو ع القناة النهاردة عايزة شارككم شوية فلوجات عن الخياطة وعن الصفر كمان لسه هحكي لكم قدام عن الصفر دلوقتي عايزة اقول لكم ان انا اول حاجة كنت بدأت بيها في الصيف ان انا كنت عايزة اخيط اطم صفية جميلة كده زي الادناء الشرعي وقبل ما اخيطها انا قررت ان انا لازم ارسم الموديل اللي انا عايزاها عشان ما اتلخبطش واكون متحددة انا هخيط ايه وبعد ما حددته ورسمت الموديل نزلت اشتري الاقمشة المناسبة للموديل بتاعي طبعا نزلته كنت متشوقة جدا ان انا اشوف الاقمشة والالوان وبعد كده توقفت على اربع الوان اساسية اللي انا هعمل بيهم الالوان بتاعي كانوا هديين وزي ما انتو شايفين سادة بدون اي رسومات عليها زي ما انا بحب كده بدأت انا باللون الاخضر قصيت الاقمشة بتاعتي على حسب الموديل اللي انا هخيطها وبعد كده بتديت اشتغل عليهم طبعا عايز اقول لكم على حاجة حاجة عن الخياطة وهي انا في البداية انا ما خدتش بالي ان انا في البداية كنت بخيط كتير جدا غلط فكنت بضطر ان انا كل ما اخيط حاجة وابص اللي اني خيطت غلط او مش حلو فبضطر ان انا افك الحاجة اللي انا عملتها وده كان بياخد وقت كتير جدا انه كان بتتعبني جدا وكت بستاء اللي انا بخيط غلط بس لو انتو برضو بيحصلوكو كده ما تزعلوش لان ده بصراحة يعني مع الوقت بتتعود اليد بيتعود وبتبتدوا ان انتو تخيطوا عادي وتعملوا الحاجة بسرعة وباغلاط اقل وفعليا دي الحاجة اللي انا لحظتها في نفسي مؤخرا وبعد ما خلصت الشغل الاساسي بعد ما اللبس جهز فاضل دلوقت ان انا اعمل الازرار الازرار عندي في الموديل ده هتكون متغطية بالقماش بنفس القماش اللي انا بخيط بيها اه اولا انا اسقصت القماشة دوائر زي ما انتو شايفين واوريلكوا بسرعة كده ازاي انا بشد الازرار بالقماش بحطوا كده جوه الدايرة المعدنية دي وبكبس عليها وبكون حطة هناك الجزء التاني بتاع الازرار والازرار دي بتكون متكونة من قطعتين القطعة المعدنية اللي انتو شفتوها والبلاستيكية اللي من تحت اللي بتتخيط على القماش او على اللبس وبس كده دي النتيجة نهائية بتاعت الازرار بتبقى عاملة شكلها كده واخيرا اخر حاجة فاضلي ان انا اسبت الازرار على البلوزة على المرض وعلى الاكمام وكده جهزت الطقم طلع واسع جدا وجميل ومريح وعملي في نفس الوقت وده الطقم باللون البينك وينزلنا في اليوم ده انا وصحبتي نتصور عشان اوريلكو القطقم وهي جاهزة ان شاء الله يارب تكون الفيديو عجبكو والشغل كمان عجبكو قولوا لي رأيكو في التعريقات وبخصوص الصفر بقى انا سفرت تركيا ودلوقتي انا طبعا المكنة وكل الحاجة بتاعتي ستتها هناك في البيت بس ان شاء الله لو عملت هنا ركن خياطة حوريلكو وحشاركو شغلي هنا بازن الله وشكرا على المشاهدة والسلام عليكم اشوفكو في الفيديو الجاي ان شاء الله اشتركوا في القناة